السلام لبنات انشرتكم كامل ملاحي الفيديو اليوم التي لديها مشكلة تساقط الشعر شعرها خفيف في طيح خصها ترطي بالناشف الجافة في سخته تساقط الشعر سوف نحضر لكم على هذا الماسك من أقوى الماسك الذي يقوي لك بصيلات شعرها لكي تتهني من تساقط الشعر. دعوني لكم مخدوم بالثوم ذاكر طبيعي. مخدوم بالثوم يعني حاجة مليحة بزاف الشعر ومن غير الترطيب اللي يمدون البنات. دعوني لديهم تساقط الشعر على بلهم تخاف تمشي شعرها. يعني كتل حق باش تمشي شعرها تخاف يطيح لها. على هذا ستستعمله كحمام زيت. شوفي ينحيلك التساقط وشعرتك كيف تزلق كيف تقول رطبة تحيري. الحاجة المليحة انه لجميع أنواع الشعر تستعمله لك أو لبنتك يعني الكبار الصغار والحاجة المليحة كامل ثاني ما فيش كامل ريحة التوم يعني من حين له ريحة التوم فيها وحدة الريحة بزاف بزاف شابة. وكينا حاجة تاني اللي عجبتني فيه اللي عندهم تاني بنتهم يقرة وشعرتهم بزاف رقيقة. ما تقدرشت ممشطلها شعرها يطيح يتخبل كما نقول حنايا. هذا هو الحل الأمثل. تلقواه عند حلاقة بلادي هذا الماسك. نخلي لكم رقم الهاتف هنا. يعيطوا لهم في التليفون. ترفض عليكم مرة ويدروا التوصيل لجميع الولايات أو لا نخلي لكم سيت التحوم نتحب تشريم السيت نخليه لكم في صندوق الوصف ومام نخلي لكم الانستغرام تحوم في صندوق الوصف كما راكم تشوفوا معايا هنا كريم حمام زيت هذا بخلاصة الثوم ذكر طبيعي على مخ انخوص لبوات كبيرة فيها كيلو البنات من قطل كبير ستشد لكم الكثير يعني هنا لا تشتفن في الكاميرا هي الكثير كبيرة واريها تشدلك جميع الحاجة التي تحلل لبوات فيها مغلوقة من فوق ويغل لكم فقط ورقم خامل داخل جيد وليس كيف يطب شعر أو الراحة وماذا نقولي؟ غرا طريقة الاستعمال تحمل زيت لكي يفيدكم مليح هذه الخامة تمسوها الداخل جيدة تقيلة تقل بيدك يعني حيرطب لك مليح كما راكم تشوفوا والحاجة المليحة رحتوا بزاف بزاف شابة الحاجة اللي نحب نقولها لكم اللي عندهم تساقط شار البنات لازم تاني ديروا تحاليلة خارج كيلي عندهم نقص فيتامينات لهمتوني عندك لانيمية عندك نقص فيتامين تعزينك لازم تعرفوا شنو هو سبب التساقط ولي عندها تاني مشكل تساقط تعمل تساقط ولي عندهم شعر ولا عندهم تتخل الخريف أم شكو هذا شيء عادية اللي عندهم مشكل تساقط شعر تساقط تعمل بشكل صبب لازم تحاليل وبحافظ على شعر تاني في هذه الماسك كما قلت لكم. هذه الأبواط يحدث يعني الحجم تعمل طريقة استعمال حمام زيت يعني مخدوم ثاني بالزيوت والثوم يعني هادوما حيرطبونا الشعر ويقويونا بصيلات الشعر باش يتفاعلو ياخدونا النتيجة كي تغسلو شعركم بالشامبوان اخر حاجة تستعملو هذا حمام زيت يعني تعصري شعرك من الماء الزائد توزعه بكمية لابس بها في كامل شعرك الى عندك شعرك مزيد في الجذور بعد عليهم عمره في الاطراف يعني على حساب شعرك كي تعمره كامل امشطي شعرك باش يدخل كامل في الشعر من بعدها تشدي سغفية او في المال تغطي شعرك باش تسخن شعرك ويتفاعل هذه هي الطريقة الصحيحة تستعمال حمام الزيت من بعد تخليه في شعرك من 10 دقائق حتى شحل حبيتي ساعة والمهم خليه من بعده يتشل الغرب بالماء فقط يغسل شعرهم بالشامفوان لم يستعملوا حمام الزيت هذا خطأ تكمل الفائدة والترطيب الذي تعبت عليه في شعرك كما رأيكم ترونه هنا شاهدوا كيف تهبط شعره تسلق وحدها هذا يا الكريم حمام الزيت لا ننصح به ما من شعرها رأيه محروق من السبايغ أو من نماش تقول شعرها تسلق وحدها و أرجعي لي بالخبر روعة كيف شعر تسلق تسلق وحدها عجبني بزاف أعجبني مستحيل روعة حاجة التي تعجبني نتشاريها معكم وماذا تحب تشاري هذا حمام الزيت كلما تغسل شعرك بالشامفوان كلما تغسل شعرك بالشامفوان يستعمل للكبار والصغر لا يوجد كامل راحة التوم بزاف شابة نجد رقم الهاتف ونجد سيت وانستغرام في صندوق الوصف والتوصيل تديره لجميع الولايات هذا هو الفيديو عجبني بزاف مستحيل وعلى بل بالأغلبين لديهم مشكلة تساقط الشعر هذا سيفيدكم بزاف لا تنسوا اشتركوا في يوتيوب اشتركوا في الانستغرام اشتركوا في الانستغرام لا تنسوا اشتركوا في التيك توك الى فيديو اخر السلام عليكم